يقوم الرجل الألي الذي يبلغ طوله مترين وخمسين سنتيمتراً بثاني ذراع ورفع الأخرى مع تغيير اللون من أخضر إلى أحمر في حركات باتت من المشاهد المألوفة يومياً في حي إليمتي الشعبي في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث ينظم الروبوت حركة السيارات في جدة لومومبا المقتضة هناك العديد من الروبوتات في العالم ولكن الروبوت الذي يؤمن سلامة الطرقات ويوجه حركة السير هو مبادرة من صنع الكونغو ولابد من تصدير هذه المعارف إلى بلدان أخرى كتلقى الواقع في إفريقيا الوسطى وربما الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى آسيا وروبوت توجيه حركة السير الذكي مصنوع من الأنومينيوم لمواجهة المناخ الاستوائي برطوبته المرتفعة وأمطاره الغزيرة وحره الشديد وهو يشبه الإنسان بشكله ويتمتع بنظام رصد يسمح له بتحديد عدد المرة وهو مزود بكاميرات تصور حركة السير باستمرار وترسل الصور التي يلتقطها الروبوت إلى مركز لتخزين المعطيات ومن شأنها أن تسمح للشرطة على المدى الطويل بملاحقة مرتكبي الانتهاكات